لو انت عاوز تعمل اسم لنفسك في السوق ما تكونش على قد المنطقة اللي انت فيها لازم توسع الدايرة بتاعتك. ازاي توسع الدايرة بتاعتك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرحب الجميع في فيديو جديد. هنتكلم النهاردة عن التسويق الالكتروني. الناس ممكن تكون فكرة الموضوع سهل وبسيط. بس لا هو عكس كده تماما. فكرة ان انت عاوز توصل لحاجة معينة وانت قاعد مكانك دي صعبة جدا ومن ضمن المستحيج. ما تنتظرش دايما الفرصة تجيلك من حد. لازم انت اللي تصنعها بنفسك. وعندنا الوسائل اللي موجودة اللي هي تقدر تساعدنا على كده. كل واحد فينا عنده الحتة او المنطقة اللي يقدر يشتغل على نفسه فيها ويوصل للمكان اللي هو عاوزها. طبعا في امور السوشال ميديا عندنا البرامج المتاحة كتير. من خلالها بنقدر نعرض المنتج بتاعنا. طيب لو احنا عندنا منتج وعاوزين نسوقه بطريقة صحيحة. هنتكلم عنه ازاي؟ هنعرضه ازاي؟ في الفيديو ده هشرح لك حاجات كتير من ضمن التسويق الالكتروني الصحيح. يعني نحط تحت كلمة الصحيح دي خطوط كتير. عاوزك لو انت مهتم تكمل معايا الفيديو للنهاية. واوعدك ان انت هتستفيد ان شاء الله. التسويق الالكتروني او بيع المنتجات بشكل عام ما ينفعش لو انت عاوز تعمل لنفسك اسمك. لو انت عاوز تعمل اسم لنفسك في السوق ما تكونش على قد المنطقة اللي انت فيها. لازم توسع الدايرة بتاعتك. ازاي توسع الدايرة بتاعتك من خلال السوشال ميديا. انا دلوقتي عندي منتج وشايف ان هو اطلب عليه كويس جدا. بعرضه عن نت بعرضه عن نت ازاي من خلال الوصف بتاعه يعني المنتج عبارة متكون عن ايه بالزبط وايه الفوائد بتاعته وايه الاضرار بتاعته. بابدأ اعرضها عن نت تمام وبشاركها فين في الجروبات. بتشترك في كزا جروب من كزا منطقة او كزا محافظة. من خلال المشاركات دي ومن خلال الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي. انت هجي لك اتصالات من كل مكان. يعني هيكون عندك عملة من كزا محافظة. يعني انت هتوسع الدايرة بتاعتك مش هتكون شامل المنطقة اللي انت فيها بس. وبالطريقة دي انت كده فتحت المجال بتاعك لحدود اوسع من اللي انت كنت تتوقعها. زباينك هتكتر. الطلبات عليك هتكتر. هتبدأ تشتري بضعة اكتر. هيبدأ يكون الداخل والصادر والداخل عندك اعلى من الاول بكتير. في نقطة تانية. الفرصة لما تنتظرها من حد بتوبة صعبة شوية. لازم انت تشتغل عليها. طيب هتقول لي ازاي سوى المنتج بتاعي. هندخل على النت ونكتب اسم الحاجة. تمام? ونشوف الوصف بتاعها ايه. ولو انت مش متأكد من الوصف بتاعها وعارف بتدخل من على النت تجيبه. طيب ما ينفعش ان انت تاخد وصف من مكان واحد بس وتعرضه للناس. لازم تاخده من كزا مكان عشان تتأكد ان المواصفات من كزا مكان مطبقة مع بعضها. عشان لما تعرض حاجة تكون عارضها بطريقة سليمة. بتلفت انتباه الزبون او العميل اللي هيشتري منك. تاني حاجة العميل بيعرف ان انت فاهم كويس. وبتقدم له حاجة كويسة. ولو كان عليها ضمان طبعا دي بتكون حاجة كويسة جدا وبتزود في المباعات عندك. طبعا الموضوع ده عاوز له سلسلة فيديوهات وسلسلة شرحات. احنا هنتكلم بس في الجزئية البسيطة دي اللي انا قلتها دلوقت. التسويق بطريقة صحيحة ده هيوسع دايرة العملاء بتاعتك. هشوفكم في فيديو جديد. في امان الله.